والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت أول سمكة درون في العالم تنجح بالغوص تحت الماء حققت كاميرا درون مصممة على شكل سمكة للغوص تحت الماء نجاحا مذهلا خلال حملة كيكستارتر لجمع تمويلا بقيمة 20 ألف دولار خلال أقل من 24 ساعة وتأتي السمكة لدرون التي أطلق عليها اسم بيكي مزودة بكاميرا كي فور ويمكن التحكم بها عبر الهاتف المحمول وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت تقنية جديدة تساعد مصابي السكتة الدماغية في تحريك أطرافهم مجددا طور مجموعة من العلماء تقنية جديدة من شأنها مساعدة عشرات الآلاف من مرضى السكتة الدماغية تقنية التحفيز الجديدة تعمل من خلال واجهة حاسوب وهدفها مساعدة مرضى السكتة الدماغية المزمنة في استعادة السيطرة على أطرافهم مرة أخرى صحيفة القدس عنونت اليوم الدرونز في سناب شات قريبا استحوذت شركة سناب التي تملك خدمة التراسل بالفيديو سناب شات على شركة أمريكية ناشئة في مجال الدرونز بقيمة وصلت إلى مليون دولار وتفيد تقارير بأن العمل على طائرة مسيرة مبني بشكل كبير على إطلاق نظارة شمسية مجهزة بكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنوانات فيسبوك يتيح للمستخدمين جمع تبرعات أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أداة تساعد المستخدمين على جمع تبرعات للأعمال الخيرية وغيرها من النشاطات الإنسانية وبعد أن كانت هذه الخدمة تجريبية خلال الشهور الماضية باتت الآن مفاعلة في الولايات المتحدة وثمانية عشر بلدا حول العالم وأخيرا صحيفة الشرق الأوسط عنونت ابتكارات متنوعة في مؤتمر جوجل للمطورين كشفت جوجل في الآوينة الأخيرة عن كثير من الخدمات والبرامج المقبلة التي من شأنها تطوير تجربة استخدام كثير من الأجهزة ومن بينها الهاتف النقال واستعرضت جوجل نظام التشغيل المقبل أندرويد أو وإصدارا خاصا من نظام التشغيل للأجهزة منخفضة المواصفات اسمه أندرويد GO